وبرحيل فقيد الأمتين العربية والإسلامية تستذكر البحرين مناقب الفقيد الراحل وتودع قائدا عظيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه فقد تحققت في فترة تولي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئاسة الوزراء الكثير من الإنجازات التنموية والحضارية وضعت البحرين في مكانة مرموقة عالميا حلت الفجيعة وبسطت مساحة الحزن ظلالها على أرواح الناس وحان موعد الرحيل وحزنت القلوب على فقدان العزيز رجل الدولة وبانيها صانع التنمية وحاديها خليفة بن سلمان في ذمة الله ولا شيء يخفف لواعج الحزن ويأس جراح الألم فقد رحل من اكتسب احترام العالم وجعل للبحرين مكانتها الرفيعة بين الأمم والشعوب رحل تاركا خلفه أمجادا وتاريخا مشبعا بالإنجازات الخالدة وقلوبا تعتصر ألما وداعا خليفة يا والد الجميع أيها الأب الحاني هو يوم الغياب جسدا لا روحا لكنه مولد الخلود خلود المجد العظيم والشأن الرفيع ولزال التاريخ يدون ويسطر بأحرف من نور ما قدمته يدك البيضاء للبحرين والعالم يجف القلم ولا تجف الدموع تنام الشمس والأعين يكابدها السهر بهذا المصاب الجلل برحيل قائد عربي أصيل كرس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية فكان الناصح الأمين ذا النظر السديد والرأي المستبين والقرار المتين محطات كثيرة لسمو الأمير خليفة بن سلمان تبرز دوره الوطني في خدمة مملكة البحرين وشعبها ماضيا وحاضرا ومستقبلا فسموه من الشخصيات الملهمة في تاريخ مملكة البحرين ومحبة الناس له تتلخص في قربه من البسطاء ومعالجة مشاكلهم ونزوله المتكرر إلى الساحات ما جعل علاقته مع المواطنين علاقة قائمة على المودة والمشاعر الصادقة كان الأمير الراحل ذا مكانة سامية ومرتبة دولية رفعة حمل راية البناء والتنمية الشاملة فاكتسبت البحرين تحت ظله الوارف أمنا وأمانا ورخاءا وازدهارا وألبسها من ثوب وقاره وكان للضعفاء راعيا فما خاب من قصده فقد كان رحمه الله عونا للمحتاج وملاذا له فخبره القاصي والداني أول المستجيبين لاستغاثات المستغيثين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أحسن لنا العزاء واجبر مصابنا في فقد أميرنا وانزل السكينة على قلوبنا إنك سميع مجيب أحب أطمن الجميع إن أموركم إن شاء الله كلها ماشي زيد إن شاء الله الأمور كلها في صالح البلد وشعب هذا البلد ونحن دائما مع بعض وما دمنا ما حنا مع بعض كل أمور إن شاء الله بتكون على حسن ما يرام فأتمنى لكم وللجميع إن شاء الله كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الاعتبار وسوف ننجزه إن شاء الله بأسرع وقت ممكن بالنسبة لنا نحن في البحرين تعرفون أننا دائما نحن نعمل ما نتكلم ونعمل إن شاء الله إن عملنا ينتج إن شاء الله لصالح الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر